موسيقى مساء الخير قال عنه الشاعر الفرنسي لوي أراجون إن فيه قوة تسقط الأسوار بالغناء أما الرئيس السادات فوصفه بالشاعر البذيء أحمد فؤاد نجم ماذا يقول في إطلالته الثاني على الحرة بعد خمسة أعوان كيف ينظر إلى وطنه وشعبه ونخبته وهل ما زال أسير بعض الشعرات السياسية أم استطاع التكيف مع التغيرات الفكرية وما يجري من حوله لماذا يقول أحمد فؤاد نجم اليوم إن ثورة 52 كانت نكسة لمصر وإن القومية العربية فكرة فاشلة بعد قليل تنضم إلينا كريمة الشاعر زينب وهي التي أخذت تغني أشعار والدها وسواه كأنها تكرر بشكل أو بآخر تجربة إمام نجم حلقتنا تتضمن شهادات كل من الشاعر عصام العبدالله الكاتبة جليم راد ولكن أولا هذه البطاقة المصورة في هذا الحي الشعبي في منطقة المقطن بالقاهرة يعيش الشاعر أحمد فؤاد نجم فوق السطوح تقوم صومعته أو مكتبه الرئيسي هنا يطعم الدجاج ينام يرتاح ويلقي الشاعر لقاهرته في هذا المكان أيضا يراقب ابنته زينب يعتذر عن تقديم الشاعر إلينا لأن المياه مقطوعة الحكومة تريد تهجيرنا يقول كعريس ديلة زفافه ينزل درجة بيته ويصيح بجرانه إنه ضيف التلفزيون الأمريكي يدعون لشرب الشاي في المقهى ويحتسيه أميرا في قروب المصريين والعديد من العرب ولد نجم في أيار 29 في قرية عزبة نجم عاش كل أنواع البؤس والقهر بعدما ترك والده العائلة لظلم الأعمام عمل في معسكرات الإنجليز متنقلا بين مهن عديدة في كو الثياب بائعا عامل إنشاءات وبناء شارك عام 1946 مع الطلاب والعمال في التظاهرات ضد السلطة قضى حياته مناضلا ومدافعا عن قضايا الناس بشعره وبيديه أحمد فؤاد نجم مساء الخير وشكرا لتشريفك إلى هذا البرنامج مساء النور وشكرا لدعوتك أيضا هاي مرة التانية عم ندعيك عايز قبل ما أشكرك للدعوة دي أشكرك على الأمانة اللي تعملت بيها مع اللقاء الأول أنا عاد تسمعته مفيش حرف من حزف هاي دي وجباتنا استاذ أنت وكل ضيوف الحرة وقريب جدا عندهم حرية أن يقولوا ما يشاءون وهذا وسام على صدر قناتكم شكرا شكرا أنت يعني أنا أعرف أنك تعرضت لكتابات نقدية من بعض الكتاب في مصر وربما خارج مصر هل قرأت بعض هذه المقالات؟ ما بشغلش بالي بالترهات دي وبعدين دا أنت عايز إيه من واحد بيهاجمني علشان ظهرت من خلال قناة الحرة وهو بيقول أنه مدين بحياته الأصدام حسين وأسامة بن لادن فيه أبشع من كده من تقصد؟ الأستاذ عبدالباري عطوان اللي تهمني بالخيانة مش فهم نادي بتحد وهو دلوقتي منتشر في القناوات الفضائية زي الأنفلونز ولماذا زي الأنفلونز ما أنت منتشر أيضا عندك صورة موزيع عم تنفسني طبعا يعني هو يعني أمام علي يقول إيه أمام علي دا حبيبي ومن أسدتي في الحياة ورمز بالنسبة لي يقول يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان دا التعليم؟ تصف الدواء لدي استقام وزدنا كي ما يصح به وأنت سقيب لا تنهى عن أمر وتأتي مثله وعار عليك إذا فعلت عظيمه نعم لكن ليس فقط عبدالباري عطوان بل يعني كتاب في مصر انتقدوك أخبار الأدب انتقدتك يعني ونظمت حملة عليك أخبار الأدب بتاعت مين؟ رئيس تحرية أستاذ جمال الغيطاني طبعا هذه تاني بقى رئيس جمال الغيطاني الأستاذ جمال الغيطاني ولقوا كان لأنور السداد ثم الحسن مبارك وإذا جاء جمال المبارك حيبق ولقوا الجمال المبارك وإذا جاء إبليس مسك مصر حيبق ولقوا الإبليس ده حاجة تشرفني إن دول بيهجموني مش كده ولا إيه يعني ما بعرف أنت يعني عم تتهموا إنه كاتب السلطة كاتب السلطة ما نتهموا إنه حقيقة ده مدين له مجلة عارف مجلة يعني إيه؟ يعني نهر فلوس دي أصلها مصر تقسمت دلوقتي كل واحد خد حتة أخونا ده واخد أخبار الأدب والأدباء وبتاع رئيس أركان حرب الأدب في مصر طيب يعني ولكن أنت يعني هذا فيما خاص مواقفه السياسي ولكن فيما خاص كتابته روايه هل تقرأه؟ مش للدرجاتي يعني أنا بقرأ رواياتها بس مش للدرجة ده ملغة طان يعني طيب أنت هل تشاهد هذه المحطة الحرة؟ هل تشاهد بلغة؟ أنا أشاهدها طبعا أنا بقيتها شهدها إمتى بعدما أنتوا أزعتوا اللقاء اللي كان معايا ملقيتش حرف شلته وتجد أن فيها تنوعا وتعددا في الأراض؟ فيها حرية بس خلاص ده اللي إحنا محرومين منه في هذا الوطن العربي التعييس إحنا محرومين من الحرية حتى في الفضائيات التي تزيع فيها أنت؟ أيوة فيه منتجة وفيه قبل ما 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 نتصور الملتاعي يقولي بالراحة علي عشان قاطرا ما 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 تخربش بيتي ده جوه منخ ما ما ينفعش تقول فيه لأنت عايز تقوله نعم طيب يعني بس أنا يعني بدي فيما خاص في الولايات المتحدة أنت في حلقتنا قبل خمسة أعوام انتقت الرئيس السابق جوهرش بوش وكان رئيسا وهجمته بشدة وبقوة اليوم الإدارة الجديدة الرئيس الحالي هل أنت كيف تنظر إليها؟ أنا متفائل يعني أنا مفيش في إيدي دليل مادي على السابق بس أنا الراجل ده مريح بالنسبالي يعني ببصله بحس إن دواد من حارتنا الرئيس أوباما وبعدين ده أصله كمان وسام على صدر الديمقراطية الأمريكية الداخلية إنهم الحكاية بجدة في الشيزار أنت من 20 سنة مش أكثر كان فيه محلات في واشنطن ونيورك وجميع الولايات الأمريكية ممنوع دخول الكلاب والسود مش ده كان صحيح؟ حطول مع الكلاب دلوقتي الأسود رئيس أمريكا رئيس القوة العظمى في العالم هذا الكيان الجبار أنا فكرتي عن أمريكا و أنا لسه صغير إنها بر الأمان للمتهدين من أوروبا الصليبية وجزيرة الحرية إلي أنجبت بعد كده من جواي وجين أونيل والقوامات العالية دي أنا مش معادي لأمريكا أو للشعب الأمريكي أنا معادي الإدارة الأمريكية السابقة نعم المنحاذة نعم نعم بأنه حيكون رئيس صالح ويحكم صالح الشعب الأمريكي ومحافظة على أمن إسرائيل إيه ده؟ لا هذا ليس في اليمين كلهم قالوا كده هات لي واحد ما قالش كده في اليمين الدستوري لا قسم الدستوري مختلف ده خروج على الدستور أوباما نفسه قالت كلام ده يعني إيه أمن إسرائيل؟ يعني بعدين بيكلموا عن المحرقة أنا كنت ضد محرقة النازي ضد اليهود لدي أصدقاء يهود لك أصدقاء يهود؟ أمار أين في المصريين؟ معجب كانت شحات عهرون صديقة الله يرحمه ومش معجب متيم بالعصفورة الكنارية ليلى مراجل جميلة يعني إيه ضد اليهود؟ هم أهل كتاب زينا وزي المسيحيين وزي المسلمين مش ضد اليهود أنا ضد العنصرية إذن أنت يعني لم تعد ذلك الماركسي الذي يشتم أمريكا يشتم لا طبعا دولة بتتغير إذا ما تغيرتش حب الديناسور هيا بتتغير بتتطور أنا مخصاحي وإنسانه بتتطور وحامل هموم طبقتي الفقرة حامل هموم الفقرة مش مصد في كل العالم المتهدين طيب يعني بقى بدي أسألك في قسم لاحق هل فكرة الطبقية مازالت يعني كما نظر لها ماركس هل سراع الطبقات هو يعني يوصل إلى الحرية وإلى تغير المجتمع وأسئلة هي الطبقية موجودة إنما ربما الحل بتاع كارل الماركس ما نفعش أستاذي حبيبية في حل تاني ما إحنا طب ما تبقى أنا عاد أقولك على سر وياريتك تبقى تاخد الكاميرات بتاعة الحرة وتروح تصواره الصخرة اللي وقعت في الدوئة وتحتها عدد غير معروف من المصريين تحاولوا خلال تبطته عارف إيه اللي حصل مستثمر سعودي كان عايز ياخد الحتة دي عشان يعمل بها مشروعات وحاجات دي كده فيعملوا إزاي راحوا مسلطين عليها خرطين مية من تحت عدد سنتين أو ثلاثة لما وقعت على الناس لم يتحرك أحد من الحكومة بتداء من الرئيس مبارك وانتهاء بمحافظة القاهرة ولا كأن عشرات الألاف من الفران ماتوا زي حكاية العبارة فكرها يكون الناس عارفها طيب شو بدك تقول عن العبارة؟ هقول لك على حاجة أنا مش مفتري على حد العبارة كان فيه ألف وخمسمائة مصري تحت المية السمك بيأكل فيهم وهم مش عايزين يطلقوهم لأنه ما عمش فلوس ورئيس مبارك بتفرج على المطش وبيحل مشكلة أصام الحضري دي مش مصيبة مش دي كارسة مش دي نكتة نكتة هيدا مش نكتة مين قالك بتفرج على المطش؟ فهم هو اللي قال هو اللي قال أنا شوفته بعناي بتفرج على المطش هو المدام بتقافه وياخدوا بعضه بالحضن يعني كانوا خلال مبارات رياضية؟ أيوما ليه؟ وبعدها الرئيس مبارك لم يتدخل لحل مشكلة الأهالي بتوع العبارة ولا الدويقة اجزارت الدويقة دي اللي حصلت دي الرئيس مبارك كان متفرج عشان يحل مشكلة أصام الحضري طيب دي ده إيه لأنا اللي احنا فيه ده طيب هذا كلام نقدي ربما يقبله الرئيس والمشاهد نعم يقبل ما قبلش هو حر هو بيعمل كده ليه طيب ما مش يقبل طيب ولكن فيه إحدى القصائد مارست القدح والزم نعم يعني وصلت إلى الشتيمة طيب هل يحق لشاعر أو لناقد أو لمواطن محتقن وعنده موقع أن يستعمل السباب والشتيمة؟ أنا استعملت ده وده فقط حقه 18 سنة في المعتق في الماضي أنا خلص حسابي في الماضي مستعد الحاضر بس مش حبط لش من اللصوص والقتلة يعني أقول له يا حضرة النص هقول له يا نص يا ابن الكلب مش هقول له كده ولا أقول له إيه بعد الاستراحة بدي ناقشق في موضوع سجن إبراهيم عيسى أيها وأنت لم يسجونك حسني مبارك على كل حال وبدى يشوف ليش وأسئلة أخرى مشاهدين الكرام سوف نعود أشعر أنه في بعض الأحيان يسمح لنفسه مثله مثل معظم أشعراء الشعبيين أن يميل أحياناً نحو استخدام الكلمات المبتذلة أو الكلمات البذيئة وهو برر هذا الموضوع بنفسه حين قال أمام الطغمة الحاكمة البذيئة علي أن أستخدم الكلمات البذيئة ولا أستطيع إلا أن أواجه بهذه الطريقة وهنا نتساءل إذا كانت الجماهيرية في الشعر هي مطلوبة أحمد فؤاد نجم إذن في قصيدة شتمت الرئيس ولم يحلك إلى القضاء لماذا في ظنك؟ لأنك غير مؤثر لم تعد الشاعر الذي يغني الشيخ إمام شعره لم يعف زمن الكسات صار زمن الفضائيات والكبيرة ممكن هما حاسبين حاسبتهم كويس قوي هما حاسبين حاسبتهم كويس قوي هما عادين على أقلوبنا وعادين يسرقوا في البلد ونهبوا فيها ويبيعوا فيها ويقربوا فيها وإنت أقولي اللي أنت عايش وبعدين أنا ليه تأثير هنا ما كانش موجود أيام عبد النصر والسادات في الشارع المصري أنا ضغط المقاطعة سامش في الشارع الناس بتلمي عليها تقعدت بوسني نعم ويحبوني ودللت لات بيه الحمد لله طيب الزميل الصحافي إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور نعم تعرف انتقد الرئيس وأحيل إلى المحكمة بتهمة نشر شائع عن حياة الرئيس وصدر عليه الحكم بالسجن نعم لكن الرئيس مبارك أعفى عنه الأستاذ إبراهيم عيسى ظهر في برنامجنا في قريب جدا أنا سألته سؤال لماذا قبلت العفو أيوة يعني تناقشنا هو قال ما جد والسجن واستغرب قال لي هذا جنون أن تسأل أن صحافي وتسأل صحافي تريده أن يدخل السجن فأنا يعني تذكرت أشخاص دخلوا السجن ما بعرف أنت لو أعطيت عفو من الرئيس السادات أو من الرئيس عبد الناصر هل كنت لتقبل العفو أرفضه فورا ولماذا معه حق إبراهيم عيسى يا أخي هل وجودك في السجن أفضل من أن تكون في الحرية وأن تكتب أكثر وتلتقي الناس أكثر كده نوع ده كده تفكير فيه نوع من الطرف يعني لو بقى بقى هو ورد لقى بقى برد السجن عمل إيه يعني إيه اللي عمله بيكتب اللي بيكتبه كل يوم ينزلوا بيطلع جريد يصدر يصدر جريده يصدر جريده إنما هو ضربة معلم من الرئيس المبارك إنه أعفى عنه يعني فساه عارف يعني عارف الإطار يبقى منفوفة العجلة وتفسيت لا ولكنه ما زال يكتب ما زال معارضة كسر كتير من القراء خسر كسير من القراء هو يقول الأرقام التوزيع لا تقول ذلك مش صحيح كلامته لأنه قبل العفو بالضبط أم لا يعني إذا حدا بيحبك وطول حكم فيك وأعفى عنك الرئيس وقبلت رح يبطل يحبك مش عن ذل من نظره لأنه الناس دايماً صورة البطل الشعبي بتتجسد في شاعر في صحة فيه الناس عايزة بطل دايماً فكان إبراهيم إيسا ما بعش إبراهيم إيسا الدواتي هو عر هو عارت مصلحته فيه هو حساب الربح والخسارة هو اللي عارفه بس أنا متأكد بخسر ما البطل اليوم عند الناس في الستينيات كنت أنت وشيخ إمام نعم وبعض الصحفيين وبعض الرسامرين الكاريكاتور اليوم من هو البطل الشعبي؟ البطل هو المواطن العادي اللي بيربي أولاده في اللي إحنا فيه ده ويألمهم نظام التعليم ده ما أنت شايف وبيطلحهم مهندسين ومحامين وده كثيرا هو ده البطل وما ببق فيه أبطال في الثقافة المصرية في الفن المصري لا 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 ما هي أصلها بتغيب وتغيب وتنقح يعني مصر دي تلقوا مراها كثيرا من يوم ما ربنا خلقها ومتعرفش خلقها إمتا دي من الزمن قوي وتضلم وفجأة تهب وتروح مناورة تاني يطلع أحمس يطلع إخناتون يطلع جمال عبد الناصر يطلع أدهم الشرقاوي هي يطلعوا مراها بتعمل الحكاية دي أنا مؤمن بالحكاية دي ولذلك أنا منتظرها مستميها يعني أنت في تصريحاتك الصحفية خلال السنوات الماضية أنا متابعك وهلأ خلال تحديد لحلقة عدت إلى بعض التصريحات عندك تناقض مثلا في موقفك من الرئيس عبد الناصر تمدحه ترة وتقول ترة أنه ثورة 52 كانت أكبر نكسة لمصر كويس يعني بدي أعرف موقفك من الثورة ومن الرئيس عبد الناصر هقول لك كثير موقفك بس الأخير لما أنا هقول لك ليه كمان في الليلة الظلماء يفتقدوا البادروا دلوقتي عبد الناصر يبقى بطل هذا الدكتاتور البشع اللي ضمر أجيال وهزن في خمس دقائق بقى بطل دلوقتي لأنكم بيقول لا صدام حسين يا أخي عملو بطل عملو شهيد صدام حسين القاتل عملو شهيد وبطل مفيش فإحنا يعني بنسمط في أي حاجة إنما أنا كم موقفي من عبد الناصر قبل السبع وستين كنت مصدق وبعلم بحلم بالصورة البديعة اللي قدمها لنا الشاعر العبقري الطفل الإلهي اللي يرحمه صلاحه شهيد عن الصورة صدقت وبعد سبع وستين لما قلت آه وصرخت كنت بسرخ من قلب واحد مصري كأن أنا جوى النظام لكن استخدموا معي بقى البطس والعنف وآخر كلمة قالها جمال عبد الناصر لنايف حواتمة وسالم رباية عالي بتاع قال لهم نجمي ده مش هيخرج ولما أتقل طول ما نعايش إيه بقى الجريمة مشانا أنا تخبرت مع المساد ولا السياة إيه قال لهم ده شتنمي شخصيا وراح واقع ميت بعد الاستراحة أكمل معك عن وجودك في السجن ورفاقك مشاهدينا الكرام سوف نعود شاعر جماهري بامتياز وشاعر شعبي بامتياز هو يكتب والشيخ إمام يغني وكنا في ذلك الوقت منذ أربعين عاما نلتهب بالمفاهيم الخلاقة والمفاهيم الوطنية والمفاهيم الثورية فكان الشيخ إمام هو أحمد فؤاد نجم أئمة لهذا الجيل الذي كان يذهب باتجاح المذبح اللبنانية أتكلم عن أواخر الستينات أوائل السبعينات حيث كنا نحضر للحرب الأهلية اللبنانية باسم أرقى المفاهيم السياسية والثورية في العالم أنا أعيب على هذا الشعر الشعر الملتزم أنه دائما يلقي بلائمة ما يحصل في العالم العربي على الآخر من هنا هو يقسم المجتمع دائما إلى قسمين المجتمع الجماهيري الذي لا حول له ولا قوة والمجتمع مثله الذين يريدون أن يناضلوا ويتهمون الآخر وهو في هذه الحالة هو السلطة الحاكمة يتهمونه بأنه تابع للخط الإنهزان من هنا هو مثلا انتقد الرئيس السادات في أشعاره وتكلم ضد الرئيس السادات مع أن الرئيس السادات ليس الشخص الذي تسبب بالنكسة احتكار الشعراء الملتزمين يعني الجماهير أحيانا يتكلمون باسم الجماهير يعني يعتبر الشاعر أحمد فؤاد نجم أنه يتكلم باسم كل الجماهير وأنه يتكلم باسم الشعب المصري بأسري عندما كتب قصيدة لحسني مبارك يعني البعض اعتبره أنه شتيمة لحسني مبارك عندما قال إنه كل سنة وانت طيب وإحنا مش طيبين كل سنة وانت حاكم وإحنا محكمين ولا أعرف ماذا؟ هذا نوع من التعبير عن الرئيس نعم ولكن هو أيضاً بروباجندا لطرف ما أحمد فؤاد نجم إذن أنت معارض دائم نعم دخلت السجن كم مرة؟ مرات كثيرة كم عام؟ 18 رسالة 18 إن شاء الله مبساط أوي كنت تكتب أشعارك في السجن أقول أه وبأكل ثلاث طائقات ما نعرفش حكادي بره وما نم 8 ساعات كنت معسكر يعني معسكر إعداد طيب طيب لكن يعني أنت أيضاً لم تسجن في عهد الرئيس مبارك أنت مدلل أيضاً هلأ مدلل؟ ايه؟ أنا مندهش من اللهم لم تسجن ما يتفضلوا يسجنون وما حسبوها حسبوها؟ وما يخسروا لو حبسوني يخسروا مش بره بقى الزمان كان يخافوا من بره لا من هنا من هنا أنا بقيت شخصية شعبية الشعب المصري أنا حب تيني الشعب المصري كحلانية يعني رح يتظهر الشعب المصري لو سجنت؟ ما عرفش هتظهر لا أنما أنا رأيي أن في أشخاص ممكن يرتكبوا حمقات لو حد حبسني طيب كنا عم نقول أنه رئيس عبد الناصر طلب إبقائك بالسجن لأنك شتمته شخصية اللي قال لهم ده شتمني شخصية كتبت قصيدة زيارة لديرها عبد الناصر فين بقى وأنا في سوريا كنت رحت كذا بلد عربي فلقيت الحكاية تجارة كل رئيس عربي يقولك أمين القومية العربية لا يا فين القومية العربية عشان كده تسرقت أمين لك أمين القومية العربية فحصل ده بشكلة بصوت عالي جدا أيام الرئيس حفظ الأسد فأنا كتبت القصير دي مكيدة في الرئيس حفظ الأسد وملأه كتبتها في سوريا كنت؟ آآ كتبتها أنا في سوريا آآ شو بتقول القصيد دي؟ بتقول الزيارة لدريح عبد الناصر والقصيدة دي الله يرحمه زرقباني قال لي يا أخو المش عارف إيه أنت بوصدنا لكتب ناكل زيارة لدريح عبد الناصر السكة مفروشة تيجان الفل والنرجس والقبة صهوة فرس عليها الخضر ببرجس والمشربية عرايس بتبكي والبكة مشروعة مين دا اللي نايم وساكت والسكات مسموعة؟ سيدنا الحسين ولا صلاح الدين ولا النبي ولا الإمام دستور يا حراس المقام طول ما الكلام بالشكل دا ممنوع على العموم أنا مش ضليع في علوم الانضباط أبويا كان مسلم صحيح وكان غبي وكان يصلي على النبي عند الغضب والإنبساط أبويا كان فلاح تعيز في ليلة ضلمة خلفوه وفي خرقة سودة لفلفوه وفي عيشة غبرة طلعوه ولصموه وتلصموه ودجنوه وجهزوه وجوزوه على عماه فكان محير في هواه ما بين أمي وما بين الجموسة وكان يخاف يقتل نموسة وكان خجول 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 لكنه كان دايما يقول أستغفر الله العظيم من باب الاحتياط أبويا خلعته خمار فكان طبيعي يجبني جحش لا عرف نبي من أجنبي ولا مين ما جاش ولا فين ما رحش موسى نبي أيسى نبي محمد نبي وكل وقت وله أدان وكل عصر وله نبي وإحنا نبينا كده من ضلعنا نابت لا من سماهم وقع ولا من مرأ شابت ولا نخسف له الأمر ولا النجوم غابت أبوه صعيري وفهم هم طلعوا ظابت ظابت على قدنا وعا المزاج ظابت فجومي من جنسنا ملوش مرأ ثابت فلاح قليل الحية إذا الكلاب عابت ولا يططيش للعيدة مهما السهام صابت عمل حاجات مواجزة وحاجات كتير خابت وعاش ومات وسطنا على طبعنا ثابت وإن كان جرح قلبنا كل الجراح طابت ولا يطلوه العيدة مهما الأمور جابت دي القيمة اللي كانت في عبد الناصر أنا قلتها بصدق شديد إنه هو ما كانش بيوطي خرابها صحيح بس 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 ما موطاش دي قيمة عندنا إحنا فلاحين قيمة إنك أنت ما توطيش لعدوك إنك ما تنحنيش إنك متركعش على ركو إنك متاخدش كافة إنك على كتفة وكتروح تطلب السماح دعيب دعيب في مصر طيب ولكن يعني بعض المصريين يقول إنه السلام الذي أتى به الرئيس السادات أراحى مصر يعني في الأخير لن يأكل الشعب المصري العنفوان في الأخير يعني في السلام تستطيع أن تبني أن تقوم بالتنمية إذا كنت فعلا يعني جاد في بناء شعبك ومجتمعك يعني هل يعني الكرامة منى بأن تأكل وأن تشبع وأن تنهض بمجتمعك هيده مش كرامة مش كرامة أكبر من أن تذهب إلى الحرب نعطي وإحنا بنبني وننهض بمجتمعنا ألم تسترجع مصر أرضا؟ استرجعت مصر أرضا طيب اللي هي سيناء نعم أنا أعرف أن سيناء معرارة هنا لأ حد في لما مصر تحاصر الفلسطينيين في قطاع غزة وتشباحهم لإسرائيل عشان تتبه فيهم تبه دي مصر برضو لن يجيش مصر في رأيك فعلت ذلك مصر؟ مال لذلك الآن المعبر مقفول طيب أنت تريد من مصر أن تقدم تضحيات مزيد من تضحيات في القضية الفلسطينية وهناك من يريد من لبنان أيضا أن يحارب ويفتح جبهته من أجل فلسطين طيب الدول العربية الأخرى سوريا دول الخليج إلى آخره تقفل جبهات وما عندها موقف حازم عملي لماذا أنت كنت تتحدث عن أن القومية العربية فكرة فاشلة في وقت سابق خلال التحضير لماذا تريد فقط من مصر ولبنان أن يحاربوا ولا تطلب ذلك من الأنظمة الأخرى ثم إذا كنت تقول أن القومية فكرة فاشلة لا أنا مش عايز منهم يحاربوا أنا عايزهم ما يشتركوش في دفع الفلسطينيين مش حنحارب مش حنكتفهم عيب يكتف الفلسطينيين بعد ما زبحت محرقة أطفال غزة دي اللي العالم كله شافها نقفل عليهم المعبر وإحنا كان عندنا هنا أنا حقول لك سير وهم ما بايش سير دلوقتي الأصل الفلسطينيين اللي هربوا اللي فتحوا لهم المعبر الجرحة خدوهم في المستشفىات يعذبوهم عشان ينتزعوا منهم اعترافات نعم عن أماكن السلاحة عند حماس أنا يعني لا أريد أن أتبنى وجهة نظر حكومة المصرية لكن حكومة المصرية تقول أنه المعابر نفسها وأن تعرف أنه هذه المعابر موجودة بمعرفة الحكومة المصرية وهي تغد النظر تقول أنه عبر هذه المعابر تم إدخال متفاجرات للعمال الإرهابية التي وقعت في مصر على كل حال هذا نقاش هذا نقاش آخر أحمد فؤاد ناجب بالنسبة للبنان نعم أنت زرت أمين عام حزب الله ما ليه طيب اليوم كيف تنظر إلى حزب الله واو مش موجود على الساحة أنظر له زيه مش موجود دلوقتي أنا نظرت له أيام كان حامل رأية المقاومة ويقاوم وشوف أنت عمل اليوم اليوم خلاص فين المقاوم اللي قوم أنا معاه بعد الاستراحة نكمل معك ونطرح عليك المزيد من الأسئلة بيعني بدي أنتقل شوي إلى الشخصي وإلى الحب لكن إذا بدي أنهش أحمد فؤاد ناجم بالسياسة القومية العربية ليش قلتلي فكرة فاشلة كل سنوات طايف بقى يا فين القومية العربية أنا بقول لك راجل مستثمر السعودي مش سعودي ده عربي اللي جي عمل الكرسى بتاعت الدوئة دي ما تفاجي خمس سلاف واحد فين هو ولا الحكمة تحركت ولا ضابط هناك راح عالفين اللي ماتوا لكن هل يكفي هذا اللي تنعى القومية العربية ما فيه لغة مشتركة ما فيه ثقافة مشتركة مش عايز اللغة دي يا أخي مش عايز اللغة دي يا أخي هقطع لساني مش هتكلم لو قلت إيه بس يا أخي فيك تقطع على ثانك آآ والله لا ما ينفعش مرش بمية عشن بإيه طيب يعني أنت لا ترى رابطاً بين الخليج مصر ما يسمى ببلاد الشام لا ترى ما يجمعها يعني أنت تقول صرت أن المصالح يمكن أن تجمع أو تفرق طيب ما المصالح طيب قولي بقى أنا يعني إيه المصالح المصالح اللي بيني وبين السري الكويتي أنا رحت الكويت سرقوني سرقوك؟ أعمالي رحت الكويت وعملت أمسيت بتاعتها صهرة في قناة الرايا وعملت أمسيتين شاريتين وبعدين أدور عليهم قولوا لي ما كفلعيش الكويت اللي بتساعد أمريكا وأوروبا في الكوارث الطبائية سرقون أنا نعم قولي قومية عنوية ايه بقى بس شو خاص هايدي بالقومية هايدي الشغل بينك وبين المؤسسة التي دعتك مؤسسة ايه؟ إلى ذلك المؤسسة بتاعت مين؟ طيب بعض الاستراحة نطرح بعض الأسئلة الشخصية أنا ممنوع من دخول السعودية حتى لأداء الفرير فين بقى القومية العربية؟ لماذا دائما نلقي اللوم على الخارج؟ نحن عنا بني قبلي طائفي عشائري هي مسؤولة درجة الأولى عن مشاكلنا لبنان اللي هو أنا بسميه وردة العروة في شاكتها بالنسبة للعرب كل طائفي لبنان نعم بعد الاستراحة نكمل مع أحمد فؤاد نجم مشاهدينا الكرام سوف نعود الشيخ إمام ورحمد فؤاد نجم يكملان بعضهما واللحن يصل إلى الجمهور أسرع من الكلمة أحياناً اللحن والكلمة مزيج يسمح بحصول إبداعنا إذن مستوى الإبداع ممكن قد تجلى في اللحن الذي أضيف إلى الكلمة الشعبية البسيطة هذا الثناء انكسر ربما قبل غياب الشيخ إمام انكسر هذا الثناء وربما انكسر الزمن الذي كان يحمل هذه الظاهرة الزمن تغير ما صار وما جرى في المنطقة أدى إلى تراجع هذه الهجمة الغنائية الشعرية الثورية التي كان يمثلها أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام ثناء لا يتكرر هي لحظة من لحظات التوافق البشر بين الشخصين وتوافقهما معاً مع الجو السياسي مع العصر مع الزمن الذي كان يعيشان فيه موسيقى موسيقى إذن من القاهرة مع أحمد فؤاد نجم يعني كتب عادل حمودة مقال بعنوان الجياد لا تباع في السوبر ماركت ملمحاً إلى أن رجل الأعمال الطامح نجيب ساويرس اشتراك وصرته تلبس جلبية سينيه موسيقى سيني؟ سيني ياشي يعني مصنوعة في الغرب ومن مركة مشهورة يصنع الغرب كمان؟ ممكن المزارة عندهم موت ستونج هذا نبي وانا عمل الكيان الضخم نعم طيب ليش قال عنك هيك عادل حمودة؟ كان عايز قرشم من نجيب سويس عايز يبتزوا يعني وانا ما كانش عندي مانع ان عادل حمودة ياخد فلوس من نجيب سويس ياخد فلوس من اي رجل عمال ياخد مصارينه حتى انا مالي انت اخذت انما ياخدني انت اخذت مال من نجيب سويس اعمل بي ايه اعمل بي ايه تصرفوا على عائلتك عائلتي الحمد لله انا لغد الوقتي بشتغل بكتب وعندي قدرة على ان انا اكد عائلتي لغد الوقتي اعرض عليك نجيب سويس لا الحقيقي الراجل لم يعني يفتح هذا الموضوع تماما واحترم استقناليتي واحترم رأيي انا نجيب صديقي وانا بتمنى ان مصر يبقى فيها الف نجيب سويس ان تقول انك توقعت اغتيال الرئيس انور السادات عندما كنت في السجن نعم كيف توقعت يعني في قصيدة يعني كيف مسيس لا هقول لك ان انا كاااااا كنت كتب قصيدة اسمها البتاع ايه ودي توقعت فيها بالضبط اللي حصل يعني مش بالتفصيل انما اللي فتحت البتاع كان عامية حاجة اسمها الانفتاح دي ااااااilla عملية نهب حصل في مصر وكان شعارها اللي مش هيكسب على أيامي أمره ما هيكسب طب ده الشعار يقوله شيخ منصر ولا رئيس جمهورية ده شيخ منصر وانطلقوا علينا كلونا كلوا لحمنا فانا قلت ياللي فتحت البتاع فتحك على مقفول لأن أصل البتاع واصل على موصول فأي شيء في البتاع الناس تشوف على طول والناس تموت في البتاع فيبقى مين مسؤول وإزاي هتفتح بتاع في وسط ناس بتقول بأن هذا البتاع جاب الخراب بالطول لأن حتة بتاع جاهل غبي مخبول أمر بفتح البتاع لأنه كان مصطول وبعد فتح البتاع جابوا الهوى المنقول شوفوا شوية اللي جايين دول اللي احنا فيهم بقى وبعد فتح البتاع جابوا الهوى المنقول نكش عشوش البتاع وهد كله أصول وفات في غيط البتاع أمسمم المحصول شو حنا بنكلت السرطان دلوقتي الزلع المصري كله مصرطن واللي سرطن الزلع ده واحد من كبار الحزب الوطني هدلوقتي الفيون كلها بتاعت وقعد ولا حد قالوا انت بتعمل ايه؟ أمسمم المحصول وخلى أنون البتاع أصفر حزين مهزوج وساد أنون البتاع ولا علة ولا معلول فالقاضي تبع البتاع فالحق على المقتول والجهل زاد في البتاع ولا مأري ولا منقول والخوف سرح في البتاع قلت ديابة تصول ديبقى البتاع في البتاع والناس طيب هزهول والحد يقل لها البتاع يقوله مش معقول وناس تعيش بالبتاع وناس تموت بالفول وناس تنام على البتاع وناس تنام كشكول ها دي اللي جابوا البتاع جاب الخراب مشمول لأن حت البتاع مخلب لراس الغول باع البتاع بالبتاع وعشان يعيش على طول عين حرص بالبتاع وبرضه مات مأتول هو ده أخونا أنت فرحت لاغتيال رئيسة دات جداً أنا ما فرحتش نموت بس لأنه هو كان طغى طغى وفترق وأنا بالذات أنا معتقل مع مجموعة من الناس فهو متفرغ لي هو لأنه داخل السنة قال لهم حطوه في تنزانة من بتاع المحكوم عليهم بالإعدام ما هذا ينفع أنت متأكد أنه هو أنا عارف أن الأمر منه ما صار فيه أنت أرسلت له رسالة وأنت في السجن يعني أنا سمعت منك قلت لي محمود أبو وفيا من لجنة تقصر حقا يا أيها كان جم لجنة تقصر دا عديلو بقى عديل رئيسة دا هم ليه جلنا في الألعة أنا كنت تساكب في زنزانة ثلاثة في خباطة فتاة لقيته قلت لهم فيه قالوا إحنا لجنة تقصر الحقائق قلت لهم قالوا مجلس الشعب قلت لهم يعني ظغرت يعني مصر فيها برنامان بقى ظغرت هنا هو فمحمود أبو وفيا قال لي إحنا قاين نشوف إيه اللي نقدر نقدمه لك قلت لهم تتقدرش تقدم لي أي حاجة ولولا قلت لك سلام عليكم تتقدرش ترد علي السادات قال لك يرد علي بس أبلغ أنا والسادات قلوا الآتي قلوا اللي ديتهم الخناجر وصلحتهم عشان يموتوا بنات مصر وشباب مصر في الجامعات بكر هتربوك من مدفع الرشاش وستضرب الباب وقد كان وكان مدفع الرشاش أنا كنت تتابع العرض العسكري عبر الراديو عبر الإذاعة آم أنا بقول لك إيه وأنا كنت قاعد حطت الراديو على ودني كده العمبر عمز خليت النحن وسويق ولقيت الرجل اللي يرحمه صبر سلامة الموزيع بيقول الفانتوم مفاجأة العرض وهناك مفاجأة أخرى طيب نسمع منك ربنا ما كملتش بابا بابا لقيتهم وقول إيه ده مش معقول آخر كلمة قالها رئيس ستنات إيه ده مش معقول يعني مش معقول يعني دخل في السرياليزم مشو السرياليزم مش معقول في السوريالية آه آه المدرسة السوريالية آه آه إيه ده مش معقول وخلص هل هل اغتيال عمل إنساني أو ديمقراطي أليس أنه كل عنف يؤسس لعنف يؤسس لي يبقى في جسم الجمهورية في جسم الوافق على طول الخط الكلام ده اللي بدأ بالعوم في الرئيس السنات نعم كان بيطلع في على التلفزيون اقتلوهم حيث تخفتموهم سأطاردهم إلى أقصى الأرض إيه ده بتحمي بالخيانة أو تختلف معي ولكن انت خالي انت جسوس إزاي بقى طيب يعني أليس أنه الاغتيال أعطى السلطة أيضا حق البطش بالإخوان ويعني إلى فترة ما هو الاغتيال أما حصل كانت بطش بالإخوان وبالشيوين وبكل القوة السياسية البطش في مصر ملوش سبب أنت مع يعني التغيير بالعنف بواسط العنف لا لا خالص إذن أنا مش جد ده هم اللي بدأوا بالعنف إنما أنا مع الجزاء من نفس من نفس العمل من جنس العمل الجزاء من جنس العمل هو اللي بدأ بالعنف واللي بدأ سأطرده ويقول على رجل عالم يمكن وحيد كان شريف أسمه أحمد محلوي أنا لا أسخ في الأزالين ولا في الأسس رجالي دي أنوا أحبهمش مكذبين مرتزقة ده كراجل أحمد محلوي ده كراجل فعلا قال أهو مرمي في السجن ذا الكلب إيه ده رئيس جمهورية رئيس جمهورية مصر ما ينفعش كلام ده طغيان العسكر والجهد أحمد فؤاد ناجم بعد الاستراحة أسئلات الحب والزواج زوجي سبعة لتلي المعايا مزينة بيه السبعة السبعة ترجمة نانسي قنقل المعايا مزينة بيهانت التفعendo كان مصرح الشيخ ما يس Tools 29さ جهش في الأزالين ترجمة نانسي قنقر